في الحلقات اللي فاتر وقالت لي الحقني يا أستاذ حسين لا يا شيخ أيوة يا سيدي أنا سماعها بوداني يا زيد فضل يا رب يا ساتر بتقول لنا بتقول لنا يا أخي ما أنا بسببك حالي واقف ومش عارف أجدد الأبنيه ولا عارف أشتغل عفارم عليك يا أستاذ نديم برافو يا ابني أنت متخيل أن في حد ممكن يتوقع اللي حصل في حسين ما لك حسين أنا هدخل المطبخ واتفاهم مع العفريت اللي جوة ومشيهولك حالا أسلي نازل أجيب لبس العيد والأسعار نار وأنا ما صدقت لاي محل عامل سلعة الأروج الحلقة التامنة اللي قابلنا قالوا الراجل مأمة كبر بيفضل عامل زي العيل الصغير أو الله زي العيل الصغير بيجري وراء الحاجة الحلوة المسكرة دي بعايز يكلها من غير ما يعرف بقى أن هي ممكن تنفعه ممكن تضره المهم يكلها وبس لحد ما سناله تتكسر وبرضه ما بيحرمش ياه كأنه إحساسي بالزبط أنا بقيت حكيم قوي 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 ليه كده ليه يا سلام يا سلام المكان ده حلو قوي والنيل والصوت العصفير والهدوء ياه الواحد بس مش نقصه غير حتتين فسيخ ويبقى كده قضيت تمام قوي ايه ده هو النهاردة شم النسيم ولا ايه ده يا أخي مش شم النسيم ولا حاجة بس قصد يعني أن الجوة حلوة قوي وهو أنت جايبني هنا عشان نشم الهوى يعني ولا ايه لا يا ناصح جايبك عشان نلاقي الكنز يا ابني الايه وساكت كل ده طب مش كنت تقولي عشان أجيب معايا شوال أشيل في الفلوس شوال ايه يا بني آدم انت فاهمني ما أنا هفهمك لو تقول من غير ألغاز ده اللي اتقابلت فيه مرفة السنهوري ورشد الشريف أول مرة وفي كل سنة في عيد جوازهم كانوا بيجوا يتقابلوا هنا احنا بقى النهاردة جايين عشان نقابلوا ونقولوا كلمتين اللي امراتوا عايزة تقولهم له ونسمع منه الكلمتين اللي حيقولهم وارجع قولهم أنا لامراتوا تقولنا هي على مكان الفلوس كمية الأولى لدي يعني هنلعب بالفلوس لعب آه هنلعب بالفلوس لعب وأنا اتجوز مايا وأنا اتجوز شايماء شايماء مين ايه ده وأنا محكتلكش عن شايماء لا محكتليش عن شايماء طب استنى بقى احكيلك يا سيدي وده وقته خلينا في اللي احنا فيه انت عندك حق طب انت ازاي هتعرف الأستاذ رشد الشريف ده ودي تفوت علي برضو أنا قبل ما جي دخلت عملت سرش عليه ده راجل مش قليل لقيت كده كذا خبر عنه وفيه صورة ويا طرى هو أنا واحد بقى من اللي قاعدين هناك دول ولا واحد يعني ايه يعني مش موجود غريبة دي تفتكر مش قبل ما نيجي استنى استنى انا هعرف كل حاجة ازاي لو سمعت لو سمعت تحت عمرك يا فندم هو حضرتك متواجد هنا من بدري ايوا طبعا يا فندم مع حضرتك فايق فوزي مدير المطعم موجود من قبل الشمس ما تطلع والحد ما الشمس تروح طب يا طرى يا هل ترى خلال وردية حضرتك حضر شخصية مهمة من شخصيات المجتمع ايوا طبعا يا فندم المطعم هنا مطعم معروف وما بيدخلوش غير صفوة المجتمع طب يا طرى رشدي بيه الشريف موجود النهاردة الحقيقة لا لحد دلوقتي لسه ما تواجدش بس زمانه هيتواجد طب ممكن اخد شوية رشدي شريف ومعاهم شوية سكر يقصد يعني معلش هو بيحاول يقلد الحج بس يعني حضرتك متواجد ايه قصد يعني حضرتك متأكد ايوا طبعا يا فندم الترابيزة اللي هناك دي محجوزاله وطالما اتصل وحجازها يبقى ضروري هييجي شفت مش قلتلك الله ينور يا برنس انما ما قلتليش حضرتكو مين وبتسأله على رشدي بيلي احنا ده احنا احنا انا بيسأل احنا انا حقول له حقول له عشان ما تفضحناش اسمحلي اعرفك بنفسي يا فندم انا الشاعر حسام القباني وده الأستاذ نادين البلليني المساعب بتاعك ايه المساعب بتاعك دي؟ ما تخليني شعر زيك ده أنا حتى ما هو خلاص خلاص لا خليني شعر زيك أنا ممكن أقول شعر زي ليه؟ شعر زي ليه؟ شعر زي ليه؟ لا 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 ممكن أخليك بيت بالشعر شعر اوقي بيت ايه؟ طه شرفنا يا فندي اهلا اهلا وسهلا اهلا ويا ترى ايه سر سؤال حضرتك عن الأستاذ رشدي في الواقع أنا بكتب قصيدة جديدة عن قصص الحب الملهلبة اللي استمرت رغم السنين وطبعا حضرتك عارف أن الأستاذ رشدي عنده قصة حب شهيرة جدا مع حرم المصون ميرفة هانم السنهوري ربنا يشفيها يا رب ست بنته أصول مأصلة وعشان كده أنا منتظر الأستاذ رشدي عشان أتجاذب معه أطراف الحديث وأعرف منه بعض التفاصيل اللي ممكن تفيدني في كتابة القصيدة على العموم هو على وصول تحبوا أقدم لحضرتكم إيه؟ مشروب ولا افطار؟ يا ريد غدل أحسن أنا والأستاذ سقطين من الجوع أنا مكلتش من الصبح لبص اسمع بطني؟ إيه؟ بتقولي يا حضرتك يا السلام عليك يا أستاذ ملليني دايما كده تقول لطائف وزرائف أنا جعان ايوة جعان ايوة جعان حبقى وكيلك بعدين خد رجل الكنبة دي عض فيها شوية اسكت اسكت هو الأستاذ كان بيقول إنكم سقطين من الجوع؟ هو أصلا كاتب قصيدة مليانة معاني وحضرتك طبعا عارف إن المعنى في بطن الشاعر بما إني طلعت كل المعاني اللي في بطني فلازم أحط حاجة مكانها عشان كده قال إننا سقطين من الجوع أي وقعين من الجوع أي جعانين ايوة زي كده حضرتك النفسة كده اللي ما بتولد العاية اللي ينزل من هنا نحط مكانه فرخة بدون ريش إن طبعا صح ولا يا أستاذ تقوله؟ أخلوا ربي يد عليك يا أستاذ بلاليني دايما تقول لطائف وزرائف اللي أنت بتقوله بتهببه دا يعني هو أنت اللي بتقول كلام حلو لا أصلا بحاول الموقف الموقف داخل شو أقول حضراتكم في منتهى خفة الدم حالا هجهز لكم أحسن غدا بعد إذنكم اتفضل اتفضل يا فنم أما راجل أنتيكة صحية والله إنت اللي أنتيكة وحطف ضحنا فيه إيه حسام أنا صاعت مجوع صاعت مجوع صاعت إيه على صاعت من سنوي جعان يا أخي ما قالتش وبعد لقتك بتقلف حكاية الشاعر دي والتجود أنا قلفت الحوار دوت عشان الراجل ما يكشفناش ويشك فينا وفي أسئلتنا طيب يا سيدي قدينا هنأكل وفي نفس الوقت نكلم الأستاذ روشدي اسمه إيه دا لما ييجي زعلان ليه إنت بقى؟ مش عارف قلبي مقبوض قوي وخايف ولا تخاف ولا حاجة هنأكل دلوقت الغداء يا بهوات هات يا سلام حتة غدوة النماء إيه؟ من الأكل هايل بصراحة اطلب لنا بقى كبايتين الشاي عشان نحبس والله إنت اللي هتحبسنا بأسلوبك دوت وفي أحسام إنت مش طيق لكلمة ليه يا أخي عامل إيه؟ بس الراجل جاي أهو أهو اسكت اسكت راجل مين؟ الأستاذ روشدي الشريف يا راجل فين فين؟ ما تلفش كده حياخد بالو حتفضحنا آآ ما تبصش عليه حاضر إيه دا؟ يوه يوه مين البت المزة اللي معها دي ات مزة؟ وريني كده؟ قلتلك ما تلفش حتفضحنا طب ما أنت بتبص عادي شمعنا لشان حظك جاي في الكورسي دا؟ أنا قاعد من ناحية النيل فعادي أن أبص عليه إنما أنت لازم تلف عشان تبص عليه يا أكي خلاص بدل معايا طي اخرص اخرص يا هايف خلينا شوف الراجل دا بيعمل إيه؟ ماشي هو عشان مكانك جاي كده ما تستنطر عليه يعني؟ طب خلاص اسكت بقى يا ديني دا؟ ماشي بس يعمل حسابك المرة الجاية أنا اللي هقعد من ناحية دي ماشي حاضر اسكت بقى اسكت بقى هادي نسكت ومش هبدل أهو غريبة يا ترى مين اللي معاها ديت؟ وريني كده؟ يا سيدي على اللي ببط يا أقي، بقى ما تفضغناش شلاطة مرمط باهمت نقدر تكننا نخلص منها بعيد ذروة لسبعة تروح ولعيت أجبا أصيحاً وحو جرى تلغطة شلاطة مرمطة على هيمتنا نقدر تكننا نخلص منها بعيد ذروة لسبعة تروح ولعيت أشبا أصيحاً وحو جرى تلغطة أهلاً أهلاً رشدي باشا نورت المكان المكان منور بوجودك يا مترفايق بونجور مانمازل بونجور أهلاً وسهلاً أعرفك يا فايق دي الأنسة أميرة المساعدة الشخصية بتاعتي أهلاً أهلاً يا فندم أهلاً وسهلاً أهلاً بيك ويا ترى الأنسة تحب تشرب إيه؟ فراولة؟ هات لين عصير فراولة؟ تحت أمرك يا رشدي باشا واضح إن هم عارفينك كويس قوي هنا أمال إنتي فاكرة إيه؟ إنتي بس اللي متعرفينيش الحقيقة أنا كنت بتقدم للوظيفة اللي حضرتك أعلنت عنها عادي ولما قابلت حضرتك أول مرة ما كنتش عارفة حضرتك مين وده اللي شديني لكي إنك مش عارفة نين مستر رشدي إيه اللي خليك تصمم إن إحنا نيجي هنا؟ مع إنك قلتلي من الأول إنك مش عايز حد يعرف حاجة عن علاقتنا دلوقتي صراحة يا أميرة أنا في الأول ما كنتش متأكد من حقيقة مشاعري ناحيتك لكن دلوقتي أنا إنت إيه؟ أنا قررت النهاردة أجيبك المكان اللي كنت طول عمري بخرج فيه مع المدام مدام مرفت؟ أيوة إحنا تعرفنا على بعض هنا وكل سنة في نفس المعدة كنا بنيجي نقعد هنا شوية نستعيد الزكريات طب يا ترى إنت جايبني هنا النهاردة ليه؟ أنا جايبك هنا عشان أعمل زكريات جديدة بس المدام لسه موجودة مش كده؟ موجودة ومش موجودة يعني إيه؟ بصراحة كده أنا مش عايز أتفل نفسي في الماضي الزكريات خلاص روحت لحالها وأنا لسه عايز أعيش وأستمتع بالحياة أنت لسه قدامك العمر كله بس العمر ده الواحدي مش هيبقاله طعم لازم حد يشاركني والحد ده اللي هو ميني؟ الحد ده هو أنت أميرة تقبالي تتجوزيني؟ يا سلام حتة كباية شاي بالنعناع إنما إيه تظبط النفوخ ما لك حسين مش بتشرب ليه؟ الحقيقة أنا عاوز أشرب حاجة تانية حاجة ساعة؟ لا حاجة حمرة نفس أشرب من دمك ده إذا كان فيه دم أصلا ليه كده حسين فيه؟ يا بني آدم إنت إزاي لك نفس تأكل وتشرب في الظروف المهبابة اللي إحنا فيها دي مرس كمان تحلي؟ تفتكر عندهم فاكهة؟ فاكهة إيه؟ هو لازم كل العناصر الغذائية تخش بوقك إنت جاي تبني جسمك إيه؟ عم حسين بالراحة فيه إيه؟ أنا أكلت ضعيفة أصلا بالي فترة أنا مش قادر أصبر أكتر من كده قصدك إيه أطلب الفاكهة دلوقتي؟ قصدي إيه إني حقوم أروح للراجل دوت وأقوله كلمتين عشان أخلص وأعرف أعيش حياتي بقى يعني أستنى مش أطلب الفاكهة دلوقتي ماشي بس إنت هتقوله إيه؟ أقوله مراتك بتقول كذا وكذا وقلط لأ طبعا ما تعملش كده ليه ما عملش كده؟ لأن الراجل عارف إن مراته في غيبوبة ولما تقوله إن مراتك بتكلمه هيقول عليك مجنون أو بتقلف أي كلام ومش هيصدقك لعلمك أنا ساعات أحس إنك ملكش لازمة في حياتي بس أوقات كتير أحس إنك مهم في حياتي يا حسام أنا رمانت الميزان في حياتك عندك حق عندك حق أقولك بقى تقول هالو إزاي؟ ما أنا عايز أقولس أسألك هقولك حامل إيه؟ ما أنا هقولك تقوله إيه؟ أنت عرفت كمان نلعز ألك حامل إيه؟ طبعا بقولك نقطة ارتكاس في حياتي أنت مهم فعلا في حياتي أنت هتجبهالو بالمداري جبهالو بالمداري إزاي؟ اعمل إنك شاعر زي ما كنت لسه بتقوم من شوية وألف قصيدة ده يا راجل أيوة أنا متأكد إن الطريقة دي هتجيب معاه ماشي طب يلا بينا نخش عليه طب والفاكهة أو الحلو هتلاقيها في السرك بإذن الله إخلاص بقى عملت يقبل عليك أنا مش مصدقة اللي أنا بسمعه ولا أنا مصدق إني بقوله بس قلته ها قلتي إيه؟ بصراحة أنت فجأتني بطلبك ده يعني بترفضي؟ لا طبعا مقصدش كده أرجوك ما تفهمنيش غلط طب قليلي وريحيني يا طرأ أنا بالنسبة لك حاجة مهمة زي ما أنت بالنسبة لي حاجة مهمة قوي قوي رجدي أنا أنت إيه؟ رجدي باشا الشريف صح؟ ده إيه الصدف السعيدة دي؟ أهلا وسهلا أهلا بيك يا فندم أهلا بيك أنا سعيد جدا اتفضل لو أقعد نديم بيه لا لا ودي تيجي برضو لا 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 اتفضل أنت يا أستاذ حسام بيه لا أنت الأول يا باش ما أنت حسام والله اللي ما تعالش عن الحاجة ببا نتعازم على ضع ضعب بقى مين حضراتك؟ وإزاي تقطعن خصوصيتي كده بدون استئزان؟ شكلك ما تعرفش أنا مين يا رجدي بيه؟ لا الحقيقة ما حصليش الشرف قوله قوله يا أستاذ نديم أنا أبقى مين؟ ده الأستاذ حسام القباني أكبر شاعر في البحر الأعظم ما بيحب يهرم أستاذ نديم؟ في البحر الأوسط تنيل تنيل يعني كده اللي أنت بيبتع قبل ما تكلم قبل ما أكمل كلامي يا رجدي بيه أنا عندي قصيدة جديدة لازم تسمعها أيوة بس مش هناخد من وقتك أكتر من دقايق يا فندم من فضلك سيبه يقولها يا رجدي أنا بحب الشارع قوي طيب تفضل قول الولية مرمية إيه؟ سوري القصيدة القصايد دخلت في بعض أنا آسف أنا آسف الوردة مرمية وبتكي من غير كلام نفسها تلاقي حبيبها وحبيبها سبها من غير كلام الله سبها وقاعد في الكازينو مع مزة 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 يعني ما فيش كلام الوردة بعيدت لك يا رجدي بيه سلام بيقولك افتكرني افتكر حبكم اللي كان وردلها كلامها الحلم وقول انت كمان شوية كلام الله 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 يا أستاذ ايه الحلاوة دي؟ لا 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 ساقفة يا جبعة في الكافيت كلكم شكرا 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 مش مش شرط يا أستاذ نديم لا 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 بعد إذنكم أميرة أميرة الرائحة فين؟ معلش لازم أمشي مزة مزة فل اتش دي قعدة مع بلاص فعلا بلاص وأمرز عليها براحتك أنا مش هادر أقولك حاجة المهمة بيض عمقية بتقول إيه؟ لا وكان بيقول عليك بلاص أبدا أقصد يعني بالكتر حبك للقصيدة وإعجابك بيها كنت قاعد ساكت زي البلاص أقصد يعني الحان أنا أنا متهالي تاخد أول يوترن في المناقشة وتسكت آه آه أنا بس بقولها يا مشي تبدري ليه يا فنديم لا هو قصده يقولك رأيك إيه في القصيدة قصيدة حلوة يا ترى أثرت فيك يا رشدني اسمع أستاذ أنت أنا فهمت أنت عايز تقول إيه من وراء القصيدة دي مش ممكن لأ أنا ذات نفسي مش فاهم ولا أنا لأ فهمت وفهمت كويس وطبعا حضرتك مستني الرد للرسالة دي مش كده؟ أيوة وحسيبك تفكر وتاخد وقتك لا أنا مش محتاج أفكر وردي جاهز يطبعا